أهلا بيكم سنة 5 ابتدائي في حل امتحان متوقع لمادة العلوم عن شهر فبراير لن يخرج عنه الامتحان بإذن الله السؤال التالي بيقولك يضع علامة صحة أو علامة خطأ أمام العبارة الآتية رقم 1 تعتبر البحار جزءا من الغلاف المائي أقول له هذه العبارة صحيحة البحار والمحيطات والأمهار والبحيرات والمياه الجوفية والأمطار والجليد كله دي اعتبر من ضمن الغلاف المائي رقم 2 استياضي النسر لفريستي من تفاعلات الغلاف الحيوي أقول له هذه العبارة إيه صحيحة السؤال رقم 3 يغطى الماء حوالي أو نحو 41% من مساحة سطح الأرض أقول له هذه العبارة إيه صحيحة والدلع على كده أن أغلب الكرة الأرض يعتبر ماء السؤال رقم 4 معظم المياه العزبة سائلة أقول له العبارة إيه العبارة خاطئة أقول له معظم المياه العزبة مياه متجمدة السؤال رقم 2 أذكر اسم بحيرة عزبة موجودة في مصر أقول له بحيرة ناصر السؤال الأول ضع علامة صحة أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية رقم 1 تمثل المياه المالحة 96.5% تقريبا من الغلاف المائي أقول له هذه العبارة إيه صحيحة وإحنا عارفين أن المياه العزبة بتمثل حوالي 3.5% من الغلاف المائي السؤال رقم 2 تصنف الأنظمة البيئية على الأرض إلى سلاسة أنظمة تتفاعل مع بعضها أقول له العبارة خطأ لازم نعرف خطأ ليه أقول لك لأن الأنظمة البيئية أربعة كم نظام أربعة إيه أنظمة أو أربعة أغلفة السؤال رقم 3 معظم المياه المالحة على سطح الأرض توجد في صورة متجمدة أقول له العبارة خطأ طيب خطأ ليه أقول لك لأن معظم المياه العزبة على سطح الأرض توجد في صورة إيه في صورة متجمدة ودي موجودة فيه موجودة في القطب الشمالي والقطب الجنوبي السؤال رقم 4 تنفس الكائنات الحياة مثال على تفاعل بين الغلاف الحيوي والغلاف المياه أقول له العبارة خطأ طيب خطأ ليه أقول لك لأن ذات يعتبر تفاعل بين الغلاف الحيوي والغلاف الجوي السؤال التالي ضع علامة صحة أو علامة خطأ أمام العبارة الآن رقم 1 المحيطات من الأنظمة البيئية للمياه العزبة أقوله العبارة خطأ طيب خطأ اللي لازم نعرفها يا حبيبي طبعا المحطات دي تعتبر من الأنظمة البيئية للمياه بس أقوله إيه المالحة أسأل رقم 2 تعيش ظهور اللوتس في مياه سريعة التدفق أقوله العبارة خاطئة أسأل رقم 3 تعيش الضفاضع في المحطات العبارة خطأ أسأل رقم 4 تعيش الدولافين في البرك حيث المياه العزبة أقوله العبارة إيه خاطئة أسأل رقم 5 سيعيش نجم البحر في مياه البحر والمحطات أقوله العبارة إيه العبارة صحيحة السؤال الثالي ضع علامة صحة أو علامة خطأ أمام العبارة الآثية رقم 1 من الكائنات البحرية التي تعيش في المياه العزبة سمك السلمون أقوله هذه العبارة إيه هذه العبارة صحيحة يبقى إذن سمك السلمون ده يعيش في المياه إيه في المياه العزبة أسأل رقم 2 تدور مياه المحيطات حول العالم في أنماط تسمى طيارات المحيط أقول له العبارة صحيحة أشأر رقم 3 تستطيع النباتات النمو في المناطق الضحلة أقول له هذه العبارة صحيحة أشأر رقم 4 تعتبر البحيرات والجداول من أكبر الأنظمة البيئية المائية المالحة أقول له هذه العبارة خطأ خطأ ليه؟ أقول لك لأن تعتبر المحيطات والبحار من أكبر الأنظمة البيئية المائية المالحة السؤال التالي ضع علامة صح او علامة ايه خطأ رقم واحد يطلق على الغلاف الذي يحتوي على جميع المياه بالغلاف المائي اقوله العبارة ايه العبارة صحيح ابراف عليك السؤال رقم اتنين الانهار مزيج من المياه الملاحة والمياه العزبة طبعا اقوله العبارة ايه العبارة خطأ ليه لان اي نهر ده مياه ايه عزبة فقط السؤال رقم تلاتة البحيرة هي مسطح مائي محاضب اليابس من جميع الجهات اقوله هذه العبارة صحيحة السؤال رقم اربعة تعتبر المحيطات من اهم مصادر المياه العزبة على سطح الارض طبعا اقوله المحيطات من اهم مصادر المياه المالحة وليس العزبة اذا العبارة كلها ايه خطأ السؤال رقم خمسة تعيش ظهور اللوتس في مياه البرك لانها مياه سريعة التدفق اقوله هذه العبارة ايه هذه العبارة خاطئة السؤال رقم ستة جميع الكائنات الحية تحتاج إلى المياه لتبقى على قيد الحياة أقول له العبارة صحيحة السؤال رقم سبعة بحيرة البردويل من أمسية البحيرات العزبة في مصر طبعا أقول له العبارة خطأ بحيرة البردويل من ضمن البحيرات الملاحة وده موجودة فين؟ موجودة على ساحل البحر المتوسط السؤال رقم تمانية المنطقة الأحيائية تتميز بكساء خضري وتربة ومناخ وحياة برية تميزها عن غيرها أقول له هذه العبارة صحيحة السؤال رقم تسعة يمكن أن يصل ضوء الشمس إلى المناطق المائية شديدة العمق أقول له طبعا العبارة خطأ لأن ضوء الشمس لا يصل إلى أعماق المياه وخاصة لما تكون المياه شديدة العمق السؤال رقم عشرة معظم الماء العزب عبارة عن مياه متجمدة أقول له هذه العبارة صحيحة وده موجودة فين؟ موجودة في القد الشمالي والقد الجنوبي السؤال رقم 11 بحيرة عسل من أمثلة البحيرات المالحة طبعا أقول له العبارة خطأ ليه؟ لأن بحيرة عسل ده موجودة في جيبوتي وده طبعا تعتبر من ضمن البحيرات المالحة أو من أمثلة البحيرات المالحة يبا إذن أقول له هذه العبارة صحيحة السؤال رقم 12 نسبة الماء المالحة على سطح الأرض 3.5% تقريبا أقول له هذه العبارة خطأ للمفروض نسبة الماء العزب وليس المالح السؤال رقم 13 قيام النبات بعملية البناء الضوئي يعد تفاعلا بين الغلاف الحيوي والغلاف الجوي طبعا عملية البناء الضوئي ده يعتبر تفاعل بين الغلاف الحيوي والغلاف الجوي يبا إذن أقول له هذه العبارة إيه؟ هذه العبارة صحيحة السؤال رقم 14 يتواجد سمك السلمون في بيئة من المياه العزبة المتدفقة طبعا أقول له هذه العبارة صحيحة السؤال رقم 15 تتكيف الأسماك التي تعيش في بعض البحيرات مع جفافها في أشهر الصيف الحر أقول له هذه العبارة إيه يا حبيبي صحيحة السؤال التالي ده علامة صحة أو علامة خطأ أمام العبارة الآتي رقم 1 تعتبر الجداول المائية من أنظمة المياه المالحة طبعا إحنا بنقول أن أي جدوى المائي ده يعتبر من أنظمة المياه إيه؟ العزبة وليست المالحة يبا إذا نقول له العبارة إيه؟ العبارة خاطئة السؤال رقم 2 الماء من الموارد التي لا يمكن أعادت تدويرها يعني إحنا مش ممكن نعيد تدوير المياه طبعا أقول له هذه العبارة خاطئة والدلاعي كده أن في دورة المياه في الطبيعة السؤال رقم 3 تعتبر بحيرة عسل بجيبوتي من البحيرات العزبة طبعا تلمة العزبة دي خطأ يبا إذا الجملة كلها إيه خطأ ليه؟ لأن بحيرة عسل اللي موجودة في جيبوتي دي تعتبر من ضمن البحيرات المالحة السؤال رقم 4 يتواجد نجم البحر في البحار والمحيطات؟ أقول له هذه العبارة إيه؟ هذه العبارة صحيحة السؤال رقم 5 حدد الأغلفة المتفاعلة يبا إذا فيه أغلفة بيتفاعلوا مع بعضيهم عند تكسر الصخور طيب الصخور دي من ضمن إيه؟ أقول له من ضمن الغلاف الأرضي نتيجة تساقط الماء يبا المياه لما بتنزل على الصخور الصخور بتعمل إيه؟ بتتكسر تمام؟ طيب المياه دي يتمن ضمن الغلاف إيه؟ أقول له من ضمن الغلاف الماء يبا إذا فيه تفاعل بين الغلاف الأرضي والغلاف المائي السؤال التالي ده علامة صحة أو علامة خطأ أمام العبارة الآتية رقم واحد تحتوي المحيطات على كمية كبيرة من الماء العزب أقوله العبارة خطأ طيب لي يا أستاذ أقولك لأن المحيطات ماءها إيه مالح وليس عزبا سؤال رقم اثنين الماء ليس ضروريا لبقاء الكئنات الحية أقوله العبارة خطأ الماء ضروري جدا لبقاء الكئنات الحية السؤال رقم ثلاثة معظم مياه البحيرات عزبة وبعضها مالح أقوله هذه العبارة صحيحة رقم اربعة يبدو كوكب الأرض في الفضاء كأنه كرة زرقاء أقوله هذه العبارة إيه صحيحة ليه كأنه كرة زرقاء ليه طيب أقولك لأن معظم المياه معظم الأرض بتكون من إيه من مياه السؤال الثاني ودي اعتبر من ضمن الأسئلة المهمة جدا اللي هو بيقولك إيه اختر الإجابة الصحيحة رقم واحد كل مما يلي يمثل منطقة أحيائية ما عدا؟ الغابات طبعا منطقة إيه أحيائية سطح المريخ أقوله ده يعتبر إيه يعتبر سطح المريخ لا يمثل منطقة أحيائية لكن الغابات والصحاري والأراضي الردبة ده يتعتبر إيه مناطق أحيائية سؤال رقم اتنين معظم المياه العزبة على الأرض توجد في صورة بحار ولا أنهار ولا مياه متجمدة ولا جداول مائية طبعا أقوله إيه مياه متجمدة في الكبير السؤال رقم ثلاثة يعتبر الإنسان جزءا من الغلاف إيه الأرضي ولا الجوي ولا الماء ولا الحيوي الإنسان على طول جزء من الغلاف الحيوي السؤال رقم أربعة امتصاص النبات للهواء يبقى النبات ده يعتبر إيه يعتبر من ضمن الغلاف الحيوي والهواء من ضمن الغلاف الجوي يبقى إذن ده يعتبر تفاعلا بين الغلافين أقوله على طول الغلاف الحيوي والغلاف إيه والغلاف الجوي السؤال التالي اختر الإجابة الصحيحة رقم واحد كل مما يلي من المسطحات المائية المالحة نركز في كلمة المالحة مع عدمين البحار يعتبر ماء مالح المحيطات ماء مالح بحيرة عسل ماء مالح أخيرا بحيرة ناصر دي تعتبر ماء عزب السؤال رقم اتنين يحتوي أو تحتوي نقط على مياه عزب المحيطات ولا الجداول المائية ولا البحار ولا الخيجان أقول له طبعا إيه الجداول المائية دي مياه عزبة السؤال رقم ثلاثة أي من مياه لا يمكن أن يعيش في مياه البرك الضفاضع ولا الددان ولا الدولافين ولا السلماندر طبعا أقول له مين الدولافين دول ما يقدرش يعيش في مياه البرك رقم أربعة من خصاص مياه البرك أنها مياه متدفقة ولا مياه راكدة ولا عزبة راكدة ولا ملاحة متدفقة طبعا أقول له إيه البرك دي مياه عزبة راكدة السؤال التالي اختر الإجابة الصحيحة رقم واحد جميع ما يلي من مصادر المياه العزبة مع دمين المياه الجوفية اقول له مصدر عزب الانهار من مصادر المياه العزبة البحار اقول له البحار دي تعتبر من ضمن مصادر المياه المالحة اسأل رقم اثنين يعيش السلمندر في مياه الانهار البرك المحيطات البحار طبعا اقول له يعيش في مياه البرك اسأل رقم ثلاثة المسطح المائي المحاض باليابسة من جميع الجهات يبقى مسطح مائي محاض باليابسة من جميع الجهات ده اسمه إيه؟ الجدول المائي البحيرة النهر المحيط طبعا نقوله مين؟ البحيرة هسه الرقم أربعة يحتوي الغلاف نقط على الهواء المحيط بكوكب الأرض الأرضي ولا الحيوة ولا الجوي ولا المائي طبعا نقوله إيه؟ الجوي يبقى الغلاف الجو يعتبر يحتوي على الهواء المحيد للقراء الأرضية السؤال الرقم 5 تواجد سمك السلور في الماء كموطن طبيعي يعتبر مثلا للتفاعل بين الغلافين مين ومين طبعا إحنا عارفين أن السمك والماء السمك يعتبر من الغلاف الحيوي والماء يعتبر من الغلاف الماء يبقى إذن أقوله ده تفاعل أو دليل على تفاعل الغلاف أقوله إيه المائي والحيوي السؤال رقم 2 أو رقم 6 تعتبر نقطة من الغلاف المائي الرمال الصخور الحيوانات الأنهار الجالدية طبعا أقوله إيه الأنهار الجالدية تعتبر من ضمن الغلاف إيه الغلاف المائي السؤال رقم 7 كل مما يال من خصائص مياه الجداول المائية ما عدا أنها باردة عزبة راكدة سريعة التدفق طبعا من خصائص مياه الجداول المائية أن هي إيه راكدة أسؤال رقم 8 النظام البيئي المائي المناسب لنمو زهرة اللوتس تكون مياه إيه جارية وملحة ولا جارية وعزبة ولا راكدة وملحة ولا راكدة وعزبة أقوله طبعا إيه راكدة وعزبة السؤال رقم 9 الماء العزبة الذي يتدفق من منطقة مرتفعة إلى منطقة منخفضة في قناة محددة هو النهر ولا البحر ولا البحيرة ولا المحيط طبعا أقوله إيه النهر ده تعريفي النهر رقم 10 من الأنظمة البيئية للمياه المالحة نهر النيل بحيرة ناصر بحيرة عسل الجداول المائية طبعا أقوله نهر النيل وبحيرة ناصر والجداول المائية ده تعتبر إيه مياه عزبة أما بحيرة عسل الموجودة في جوبوتي ده تعتبر إيه مياه مالحة السؤال رقم 11 أي مما يلي يعتبر مثلا على تفاعل الغلاف الحيوي أو الغلاف الجوي مع الغلاف الحيوي أقوله تنفس الكآنات الحية على طول هي دي ليه طبعا من الكآنات الحية لما تتنفس ده دليل على تفاعل الغلاف الجوي مع الغلاف إيه من ضمن الأسئلة المهمة جدا اللي هو إيه أكتب المصطلح العلمي رقم واحد الغلاف الذي يشمل الجبال والصخور والطربة والرمال أقوله إيه على طول ده يعتبر الغلاف الأرضي السؤال رقم اتنين منطقة كبرى تتميز بكساء خضري وتربة ومناخ وحياة برية تميزها عن غيرها من المناطق الأخرى على طول دي أقوله إيه أقوله المنطقة الأحيائية السؤال رقم ثلاثة مسطح مائي محاض باليابس من جميع الجهات طبعا دي على طول اسمها إيه البحيرة رقم أربعة مسطح مائي تتدفق مياهه العزبة من منطقة مرتفعة إلى منطقة منخفضة في قناة محددة على طول أقوله ده إيه النهر السؤال رقم خمسة نوع من المياه يتواجد في البرك والأنهار والجداول المائية على طول ده أقوله إيه أقوله المياه العزبة لأننا عندي نوعين من المياه مياه عزبة ومياه إيه مالحة رقم ستة نوع المياه الموجودة في البحار والمحيطات أقوله على طول مين المياه المالحة السؤال رقم سبعة المياه التي توجد تحت سطح الأرض حيث تسربت من خلال طبقة من الصخور المسامية على طول ده أقوله مين المياه الجوفية السؤال التالي اختر الإجابة الصحيحة مسطح مائي محاض باليابس من جميع الجهاد به ماء غالبا ما يكون عزبا البحر المحيط البحيرة المصب طبعا أقوله مين أقوله البحيرة السؤال رقم اتنين تعتبر نقاط مسطحات مائية مالحة الجداول المائية أقوله دي عزبا المحيطات البرك أقوله البرك دي مياه عزبا الأنهار مياه عزبا إذا أنا أقوله مين أقوله المحيطات السؤال رقم ثلاثة يتفاعل الغلاف الأرضي والغلاف نقاط عندما تمد التربة النبات بالعناصر الغزائية يبط تربة مادة النبات بيه بالعناصر الغزائية ده دليل على تفاعل الغلاف الأرضي مع الغلاف ايه؟ طبعا أقوله على طول الغلاف الحيوي ليه؟ لأن النبات يعتبر من ضمن الغلاف الحيوي السؤال رقم ده أكتب مصطلح العلمي رقم واحد الماء العزب الذي يتدفق من منطقة مرتفعة إلى منطقة منخفضة في قناية محددة أقوله دي مين النهر السؤال رقم اثنين نظام بيئي يحتوي على مياه عزبا راكدة طبعا دي اسمها إيه؟ البرك ترجمة نانسي قنقر